لم يتم ولا يتم الجلوس مع ما يسمى الانتقال على طاولة حوار على الاطلاق نهائيا هذا أمر يعلم الجميع أنه محسوم بالنسبة لنا أمر محسوم بحسب وزير الداخلي أحمد الميسري لا حوار مع ما بات يعرف بالمجلس الانتقالي وإذا كان لابد من حوار فسيكون مع دولة الإمارات التي تعد طرفا في النزاع الذي جرى مؤخرا مع الحكومة لأن الانتقالية وقواته ليس إلا أدوات للإرادة والمشروع الإماراتي في جنوب اليمن تسجيل صوتي للميسري أكد فيه أن الحكومة ستعود إلى عدن سواء بالحرب أو بالسلم ولن تتركها لمشروع التفتيت والتقسيم حول قدرة الشرعية على استعادة عدن من قوات الانتقالي أكد الميسري أنها تستطيع ذلك خلال ساعات مذكرا بهزيمة الانتقالي قبل تدخل الإمارات بمقاتلاتها الحربية وقصفها قوات الجيش وتقديمها خدمة لميليشيا الحوثي بحرفها جهود الشرعية يجب أن يعلم الجميع أننا أصحاب مشروع وطني وأن القضية الجنوبية لن تعمم عليها مشروع القرية أن مشروع القرية هو مشروع قدر ومشروع غزم ومشروع لا يتسع لها الوطن شبيه بالمشروع السلالي الذي في صنعه لا فرق بينهما رغم أنهما من مشكات واحدة تأتي تصريحات الميسري بعد وصول وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيد إلى جدة للمرة الثانية استجابة للدعوة السعودية من أجل إجراء حوار بين الشرعية والانتقالي لإنهاء الأزمة في عدن رفضت الشرعية من قبل أي حوار قبل انسحاب الانتقالي من المناطق والمدن التي سيطرت عليها واليوم جددت ذلك على لسان الميسري وتطور الأمر إلى رفض الجلوس مع الانتقالي باعتباره أداة خارجية ليس إلا يرى مراقبون أن الموقف التفاوضي للانتقالي صار أضعف بعد تدخل مقاتلات التحالف دفاعا عنه والتي كشفت أن المعركة في عدن هي معركة بين أبوظبي والشرعية وهو ما تحاول الأخيرة تأكيدا وتدفع بإثباته لم تراوح القضية اليمنية مكانها من مفاوضات إلى أخرى ومن حوار إلى آخر وعلى الأرض لا جديد غير المأساة المتراكمة والدولة التي تتلاشى لصالح الميليشيات شمالا وجنوبا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر